موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كوشك الصحافة نطالع فيه أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة كل يوم البداية من المادة الاقتصادية المترجمة والتي نشرها موقع موقع بوست وقال صحيفة أمريكية تسلط الضوء على الأزمة المالية في اليمن وجهود الشرعية للسيطرة على المؤسسات المالية نقلت صحيفة وول ستريت جونل الأمريكية عن مسؤولين حكوميين وأجانب على إلمام بالوضع في اليمن أن الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء يأخذون مئة مليون دولار شهريا نقدا من البنك المركزي في صنعاء لدفع رواتب مقاتليهم فقط وأضافت الصحيفة تتناقض المعلومات حول دفع الرواتب لموظفي الحكومة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة ووكالات المعونة من مجاعة محتملة أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الشرعية المعترفة بها دوليا والتي تتخذ من عدن مقرا لها وجهت نداء لصندوق النقد الدولي للتدخل وتقديم المساعدة لليمن إلى موقع تغيير نت عنوان في صفحته الرئيسية المستشفى العسكري في صنعاء يستقبل عشرات الجثث لقتل حوثيين سقطوا في نهم قالت التفاصيل وصل ثمانون من المسلحين الحوثيين بين قتيل وجريح خلال اليومين الماضيين إلى المستشفى العسكري الحكومي في العاصمة الصنعاء أصيبوا في المعارك التي يخضونها في جبهة نهم شرقية العاصمة وأوضح مصدر في المستشفى العسكري في تصريح لوسائل إعلام محلية مفضلا عدم الكشف عن هويته نقوم بأربع مناوبات لكثرة الحالات الواصلة إلى المستشفى الذي يشهد يوميا وصول عدد كبير من المصابين والقتل الذين نضعهم في ثلاجة المستشفى وتابعه إن إدارة المستشفى منعت إدارة الاستعلامات من إصدار أي معلومات عن عدد القتل والجرح الذين يصلون إلى المستشفى لأنها تعاد معلومات سرية يجب التكتم عليها رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس النواب عدد روس النقيب يوجه مجموعة من الأسئلة إلى زملائه الذين خانوا وطنهم ومدوا أيديهم للميليشيا التي سيطرت على البلاد ويعاتب النقيب زملائه على ما أقدموا عليه ويضيف في مقاله المنشور بموقع التغيير نت بعيدا عن قصة الأغلبية والأقلية وعن شرعية وعدم شرعية الاجتماع الذي عقد في صنعاء لفترة ساعة واحدة وبعيدا عن دخول القضية التي كرس لها الاجتماع ومخالفتها أو موافقتها للدستور سأتساءل مع زملاء الذين لبوا الدعوة وشاركوا في الاجتماع أين كنتم طوال الخمس السنوات المنصرمة لماذا لم تدعوا البرلماء للاجتماع لمناقشة أزمة الوقود والكهرباء والماء وأزمة المجاعة والفقر التي تهددون أخبيكم أين كنتم عندما كان الأطفال في عدن وتعز ولحج والضالع ومأرب والبيضاء وأبيان وشبوه والجوف يموتون تحت قصف مدفعية الحوثي وصالح ماذا فعلتم للجرحى والمعوقين الذين دمر مستقبلهم من منحتمهم ثقتكم ليقود البلاد ماذا فعلتم وماذا ستفعلون وأنتم ترون من فوضتبوهم بإدارة البلاد ينهبون البنك المركزي ويستولون على الاحتياطي من النقد الأجنبي جهارا نهارا ألا تشعرون بالخجل من كل ما يجري في البلاد وأنتم نائمون فلا تفيقون من النوم إلا لتفوضوا القتلة والمجرمين لمواصلة قتلهم وإجرامهم وبقرار شرعي منكم ماذا ستقولون لناخبكم عندما يسألونكم ماذا أنجزتم لنا يوم أن تعرضت بلادنا للدمار والتخريب من قبل من أتوا بكم إلى هذا البرلمان لتمرير سياستهم القائمة على النهب والسلب والاستحواذ الحقيقة لم يراودني شك في أن عشرات الأسماء التي اعتدنا على مشاركتهم في شرعانة الفساد طوال ثماني سنوات من عمر المجلس ممن يستدعون عند الضرورة فيسارعون لتلبية ما يطلبه منهم من دعوهم اليوم لتمرير أفعالهم غير المشروعة مشاهدين مصدر أونلاين عنوان في صفحتي الرئيسية وقال التحالف يعلن معاودة فتح مطار صنعاء لرحلات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يقول الموقع أعلنت قيادة قوات التحالف العربي استئناف فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وكانت عمليات التحالف قد أغلقت مطار صنعاء فجر الثلاثاء الماضي أمام كل الرحلات الجوية لمدة 72 الساعة ومدت الحظر بعد ذلك ما تسبب في إلغاء كل الرحلات التابعة لطيران الخطوط الجوية اليمنية وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم فتح المطار مجددا للرحلات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية فقط ما يعني استمرار وقف الرحلات الجوية التابعة للخطوط الجوية اليمنية وهي الناقل الوحيد الذي ينظم رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء موقع يمن مونيتر مادة الأحياء تزدل استطار لنسخة سيئة من امتحانات الثانوية العامة في اليمن تقول التفاصيل يودع ثمانون ألف طالب وطالب في العاصمة صنعاء العام الدراسي الفين وخمسة عشر والعام الفين وستة عشر وذلك بامتحان مادة الأحياء وطي أسبوعين شهد جملة من الاختلالات العميقة التي ضربت العملية التعليمية أقر عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم والمكلف من قبل الحوثيين للقيام بمهام الوزير أقرب الاختلالات التي رافقت امتحانات هذا العام لكنه شدد في المقابل على أنه تم اتخاذ إجراءة صارمة للحالات المكتشفة وأرجع الحامدي في تصريحات اليمن مونيتر الاختلالات إلى ضعف الإمكانات المادية قال لم يغطي البنك المركزي سوى عشر في المئة من ميزانية وزارة التربية ونحن نخوض معركة تعليمية ومع ذلك فإن جميع مدريات المحافظات حتى الواقعة تحت خط النار تجرى فيها الامتحانات لشهادة الوزرية منها محافظة صعدة وتعز بكل مدرياتها دون استثناء وكشف الحامدي عن وجود ستمائة واثنى عشر طالبا ألف طالبا عفوا اثنى عشر ألف طالبا وطالبا يخوضون عملية الامتحانات حيث يحتاج كل عشرين طالبا إلى متطلبات من قاعات ومراقبين ولجان أمنية وكل هذا بحاجة إلى أموال لكن عدم وجود السيولة جعلت البنك المركزي في موقف صعب فاقد الشرعية لا يمنحونها تحت هذا العنوان جاءت افتتاحية صحيفة الوطن الاماراتية والتي تابعت ما تحاول ميليشيا الحوثي شرعانته وقالت الصحيفة لا تتوقف ألاعب الطغمة الانقلابية في اليمن عن المناورات والاحتيال والتسويف والتلاعب بكل ما من شأنه الدفع بالحل السياسي ليران نور وينهي أزمة اليمن التي سببها الانقلاب الغاشم على اليمن وشعبه وشرعيته وما نتج عنها من مآس وأهوال كثيرة بعد سذاجة ما يسمى بالمجلس السياسي الذي أعلن عنه الحوثيون والمخلوع وأسقطوا من خلاله آخر أوراق التوتي وعلنا هاهم يتبعونها بحركة ثانية لا تقل سذاجة وانحرافا وفضحا لنواياهم المبيتة في مواصلة ما دأبوا عليه من غش وخداع وتصرفات أحادية أكد الجميع أنها خطر على اليمن والنسيج الوطني والشعبي حيث كان الإعلان عن اجتماع ما أسموه البرلمان دون أي صفة ومن خلال ذلك فهدفهم زيادة الشرخ وارتكاب جريمة جديدة بحق الشرعية لتسجيل نقاط من وهم لن تغير من واقعهم الانقلابي والتآمري شيئا طريق الحل واضح ومدعوم دوليا ومثبت أمميا بوجوب تطبيق القرار 22-16 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع والقاضي بالانسحاب من كافة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات وبالقوة والسلاح غير الشرعي الذي تم الاستيلاء عليه وتسليمه للحكومة وبسط الشرعية على كامل التراب اليمني وكذلك وفق المبادرة الخليجية للحل ومخرجات الحوار الوطني ومع ذلك هي ألاعيب لا تنتج حلا ولا انفراجا وكل ابتعاد عنها يعقد الحل ويطيل الأزمة لا شرعية لبرلمان يتم جمعه بالقوة وبغير الطرق التي يحددها الدستور ولا قرار معترفا به يمكن أن تستقوي به ميليشيات حصلت عليه بقوة السلاح والتهديد أيا كان يواصل موقع الصهريج نيوز نشر تحذيرات منسوبة إلى مسؤولين وأهالي في عدم بخصوص مخاوف لديهم من تفاقم الأوضاع في كريتر وعنوان الموقع مسؤول حكومي يقول الوضع الأمني في مدينة كريتر ينذر بكارثة قال الموقع حذر مدير عامدرية صيرة خالد سيدو مما قال إنه فوضى عارمة ستشهدها كريتر خلال الأسبوع القادمة في حال واصلت جماعات مسلحة تمددها في المدرية وأكد السيدو أن مسلحين باتوا يعطلون عمل كافة المؤسسات الحكومية ويعتدون على موظفي الحكومة وحذر سيدو من بروز عمليات اغتيالات في كريتر خلال الفترة القادمة ومن سيرها على نفس خطى مدرية المنصورة عاقب الحرب واختتم في القول نحذر اليوم وقبل أن ينفرط العقد في كريتر العقد في كريتر ويتحول الأمر إلى تصفيات جسدية للناس ومن ثم يتم تسيير حملة أمنية ستكون نتائجها كبيرة وسبق للعديد من المواقع الإخبارية نشر ذات التحذيرات في وقت سابق من هذا الأسبوع موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية علق أسرة رجل أعمال تؤكد اختطافه منذ أربعة أشهر وتناشد الأمم المتحدة وقالت الأسرة أسرة عوض علي عبد الحبيب قالت لدى حضورها إلى مقر الموقع إن قوة أمنية داهمت منزلها بحي الدرين في مدرية المنصورة في عدن تاريخ 20 إبريل عام 2016 وقامت باعتقاله بالإضافة إلى أربعة من أفراد أسرته تم الإفراج عن اثنين منهم فيما بقي مصير اثنين إلى جانب الأب مجهولا وأوضحت الأسرة أن اتصالها بالمختطفين الثلاثة لا يزال منقطعا حتى اليوم ولا يوجد أي اتصالات معهم ودعت الأسرة إلى مساعدتها التعرف على موقع اعتقال أبنائها والإطمئنان عليهم على أقل تقدير وقبل مطالعة ما تقوله الصحافة العربية في أعدادها اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعود الترحب بكم مشاهدين نصحبكم الآن إلى جولة الصحافة العربية وأهم ما ركزت عليه اليوم ركزت في البداية عما قاله نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد علي الشددي الذي جاء في صفحة في صحيفة الشرق الأوسط قال الجلسة التي عقدها مجلس النواب في صنعاء أول من أمس بمشاركة أعضاء في المجلس من حزب المؤتمر الشعبي العام غير شرعية مؤكدا أن ما بني على أساس غير مشروع لا يمكن الاعتراف بأي نتائج لها وأضاف الشدد في تعليقه على جلسة المرلمان أن المجلس تحكمه لائحة داخلية وما تم مخالف للائحة الداخلية وأي إجراء يتم اتخاذه في هذه الجلسة باطل وما بني على باطل فهو باطل وقال نائب رئيس مجلس النواب موقفي مثل أي عضو يحترم القانون تتابع الشرق الأوسط وكانت المبادرة الخليجية قد نصت على أن قرارات مجلس النواب محكومة بالتوافق بين الأطراف دون الغالبية كما هو منصوص عليها في الدستور اليمني المجمد بالمبادرة الخليجية كما أعطت المبادرة الخليجية رئيس الجمهورية هذه حق الفصل في أي خلاف داخل البرلمان بمهجب المبادرة ونقلت صحيفة الحياة اللوندونية عن مصادر في مدينة زنجبار عاصمة أبيان ومدينة جعار ثاني أكبر مدينة قوات الجيش سيطرت على المقارات الحكومية في المدينتين وانتشرت في أحيائهما وإن هذه السيطرة جاءت بالتزامن مع توجه قوة إضافية باتجاه مدينة شقرة الساحلية في المحافظة وقالت المصادر أن مئات من المواطنين خرجوا إلى الشوارع ترحيبا بالقوات الحكومية وبالطرد مسلحي تنظيم الذين كانوا يسيطرون على مدن أبيان وبلداتها بضعة أشهر وأفادت مصادر رسمية العملية التي نفذها الجيش والمقاومة بإسناد من قوات التحالف العربي أوقعت أربعين قتيلا وعشرات الجرحى من العناصر الإرهابية وفر عشرات منهم إلى جبل حسان البيان الإماراتية علقت في الشأن اليمني وتحديدا في التطورات الميدنية قالت في أحد عنوينها التحالف الشرعية يطهران أبيا من الإرهاب تقول الصحيفة في التفاصيل حرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بإسناد قوات التحالف العربي مناطق زنجبار وجعار والكود والمخزن والجول من العناصر الإرهابية لتكون بذلك محافظة أبيا محررة بالكامل من التضيمات الإرهابية وأعلن مصدر في الجيش اليمني أن قوات الجيش والمقاومة نفذ عملية عسكرية نوعية وواسعة على مواقع العناصر الإرهابية في زنجبار وجعار وتمكنت من دحرها لتلك العناصر ومن تلقينهم درسا قاسيا وضربات موجعة وأضاف العملية العسكرية خلفت أكثر من أربعين قتيلا وعشرات الجرحى من العناصر الإرهابية وفرار العشرات منهم إلى جبل حسان المعارضة بين الأمس واليوم تحت هذا العنوان كتب أمين عام المنتدى المغربي العربي في الرباط عبدالإله بالقزيز مقالا ونشره في صحيفة الخليج وقال الكاتب إلى أمس قريب مضى نظر إلى المعارضات العربية كقوة ثانية تحفظ التوازن السياسي في المجتمعات وتكبح جماح السلطة وتضرب قيدا على إرادتها اللامحدودة في ممارسة التسلط من غير قيود وفي فرض ما تشاء من السياسات فيما يدين الاجتماع والاقتصاد والتنمية والتعليم والحرب والسياسة الخارجية ولا مرية في أن الثقة والتأييد الذين محضهما جمهور عريض من المجتمعات العربية للمعارضات ما كان ضربا من الوهم أو لعبة قمار سياسي وأن ما كان مأتهما من تاريخ كفاحي مشرف خلفه وراءه قسم حي من تلك المعارضات ووشمت وقائعه في الذاكرة الجماعية ما من أحد ينسى لها ما قدمت من جريء الأفعال شقت عصى الطاعة على نظام سياسي قهري وجائر واجترأت على سطوته فخاطبت سياسته بفم ليس فيه ماء ولسان لا يتلعثم وتحملت الأثمان الثقيلة التي رتبها عليها موقفها وجره عليها ضيق صدر النظام السياسي وبرمه من أي لا فكان لها من تلك الأثمان شهداء ومعتقلون ومنفيون ومطرودون من العمل وحظر قانوني للنشأة وإغلاق للصحف والمجلات ومداهمات للمقار ومصادرات للمحتويات وتهريب للناس وتخويف من نسج أي صلة بالمعارضات بالانتقال لمحافظة عدن عنونت صحيفة الخليج ضبط أربعة إرهابيين في عدن أحدهم سائق قيدي في القاعدة حيث أعلنت شرطة محافظة عدن تمكن رجال الأمن في المحافظة من القبض على السائق الشخصي للقيدي الإرهابي وإلسيف الملقب بأبو سالم المطلوب أمنيا في مدينة المنصورة في عدن وذكرت الشرطة في بلاغ صحفي تلقت الخليج نسخة منها أنه تم ضبط سائق الشخصي للقيدي الإرهابي أبو سالم بالقرب من المصنع بعد محاولة هربه بسيارة نوع كامري كان يقودها كما قالت الشرطة أنه تم ضبط سيارة أخرى كانت بالقرب من المكان وعلى متنها ثلاثة مسلحين تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة من نوع كلاش الكوف وعبوتين ناسفتين كانتا جاهزتين للتفجير وموصلتين بأسلاك وجهاز هاتف محمول وتم اقتياد المسلحين إلى الجهات المختصة في الأمن للتحقيق معهم صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها رصد ست إصابات جديدة بحمضنك في بيحان تقول الصحيفة إن مسؤولين في قطاع الصحة في بيحان بمحافظة شبوة كاشفوا عن ست إصابات جديدة بحمضنك وسط تحذيرات من كارثة إنسانية قادمة في ظل انتشار المرض وأفاد مدير مستشفى الدفعية في بيحان صلاح السيد إنه تم النزول الميداني إلى أماكن الحالات الجديدة المصابة والعثور على اليراقات الناقلة للمرض أشار إلى أن من بين الإصابات طفلة سيتم نقلها إلى مستشفى مركزي في مأرب المجاورة لتلقي العلاج اللازم خصوصا وأنها مصابة بالحمى الشوكية تتابع الصحيفة سجلت آخر الإحصائيات على مستوى ست مدن رئيسية في شبوة سجلت وفاة ثمانية وعشرين حالة إصابة حالة وإصابة الفين وتسعمائة وسبعة عشر آخرين بينهم حالات نسفية معرضة للوفاة ما تزال ميليشيا الحوثي تقوم بإجراءات تعسفية بحق الموظفين وذلك باستبدالهم بموالين لها وفي هذا عنوانت صحيفة العرب الجديد الحوثيون يستبدلون ستين ألف موظف بموالين لها في اليمن حيث كشفت مصادر في وزارة الخدمة المدنية وهيئة التأمينات اليمنية للعرب الجديد أن جماعة الحوثي بدأت منذ مطلع أغسطس الجاري بإحالة آلاف من موظف الحكومة في القطاعين المدني والعسكري مع توظيف آخرين محلهم من أفراد الجماعة وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي تستهدف إحالة ستين ألف موظف إلى التقاعد وتم تجهيز ملفات عشرة آلاف موظف وتعمل لجان خاصة على استكمال تجهيز الملفات للموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين لإحالتهم إلى التقاعد وقالت المصادر أن قرار الحوثيين إحالة آلاف الموظفين للتقاعد ليس غرضه توفير أموال وتخفيف العب على ميزانية الدولة بل إحلال أفراد من الجماعة بديلا للموظفين المقرر إحالتهم للتقاعد ويبلغ عدد المتقاعد من موظف الحكومة باليمن يبلغ 140 ألف متقاعد في القطاع المدني و70 ألفا من القطاع العسكري ويحصلون على معاشات شهرية عبر هيئة التأمينات والمعاشات الحكومية من حميميم إلى أنجرلك تحت هذا العنوان كتب غسان شربا مقالا ونشره في صحيفة الحياة اللندنية ركز فيه على تعمد روسيا إقامة قواعد عسكرية لها طويلة المدى في سوريا وقال الكاتب تجتاز المنطقة الآن حقبة من الضباب والدم خرائط متصدعة انتكاسة مدوية للتعايش بين المذاهب والأعراق أزمة هويات حدة وميل جارف إلى الطلاق استقطابات حدة حبرة للحدود الدولية وجيوش منهكة تتكئ على الميليشيات وتدخلات إقليمية ودولية منطقة مريضة تعد بمزيد من القتلى واللاجئين والفقراء والمتشددين منطقة مريضة تكاد أن توحي بحاجتها إلى إدارة دولية مباشرة على دوي الحرب السورية والمناخات المحمومة في الإقليم جاء كلام موسكو عن الاستعداد لتوسيع قاعدة حميميم التي تطفئ الشهر المقبل شمعتها الأولى توسيع لضمان وجود مريح دائم أو مديد على الأقل أنفقت إيران الكثير من البلايين ومن دم حلفائها لتضمن لنفسها وجودا دائما على المتوسط وعلى الحدود مع إسرائيل نجحت روسيا في انتزاع موقع على المياه الدافئة بثمن أقل حتى الآن ولكن لماذا تريد روسيا وجودا دائما في حميميم؟ هل ستكون القاعدة الروسية حارسة الحل في سوريا حين ينضج؟ هل ستتولى حراسة سوريا الفيدرالية؟ أم ستتولى في غياب الحل ضخ منشطات دائمة في عروق سوريا المفيدة؟ تطرح الإقامة الروسية الدائمة في حميميم أسئلة كثيرة هل يعني الوجود العسكري الروسي أن الحرب السورية الإسرائيلية صارت من التاريخ؟ وهل تفضل إسرائيل سوريا الروسية على سوريا الإيرانية؟ وهل يفضل العرب رؤية هلال روسي إيراني على رؤية هلال إيراني خالص؟ وصلنا إلى الختام وهي مع الرسام وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة